وزعت أجر الفصدق بكامل ولاية القسرين على مساحة تقدر بـ 7900 هكتار منها حوالي 4000 هكتار بمعتمدية المجل بالعباسة عنا حوالي 7900 هكتار متوزع خاصة في جنوب الولاية وخاصة معتمدية مجل بالعباس ومعتمدية فريانة ومعتمدية سبيطلة بالنسبة للتقديرات الانتاج السنة الحالية في حدود 950 طن وهي تعتبر صابة طيبة إذا ما قررناها بصابة الموسم الفارض خاصة عن 650 طن فقط نظرا للظروف المناخية اللي عرفتها الجهة أين ذاك وبنسبة الجودة جودة محترمة عادية إن شاء الله نأمل أن جنيها وترويجها يتم في ظروف طيبة الجودة مربوطة بعدة عناصر منها لابد من توفر الأسمدة توفر الماء توفر المناخ والمناخ باش نحاوثوا عليه ولا الماء ولا توفير الأدوة لابد من الدولة أن تشجع الفلاح أكثر ورغم تطور الانتاج خلال هذا الموسم إلا أن الفلاح يواجه عدة إشكالات مسالك الفلاحية اللي مزالت ما هيش معبدة الفلاح يلقى صعوبة في التنقل وفي باش يخدم الحق المتاع هذا إلى جانب الترويج ما ثماش سوق في ماجد العباس سوق كما نقولو تهتم بالفصدق يلزم على الدولة وعلى بلدية ماجد العباس تخصيص فضاء كامل ولا نخص حتى مهرجان باش النجم ونروجوا فيه الفصدق متاعنا طالب بتفعيل سوق المنتوجات المحلية واللي هي البنية اللي ورانا حاليا نشوف فيها تقريبا عندها عدة سنوات وهي جاهزة على هذه الحال ولم يقع تفعيل هذا المشروع نحن نتسائل وكل الفلاحين تقريبا يتسائلوا عليش إلى حد الآن لم يقع تفعيل هذا المشروع وتعتبر معتمدية المجبل عباس فرينا وصبيتلا من أهم المناطق انتاجا لثمار الفصدق